في القدس في الضفة الغربية الناس خايفة وهذا يعني معروف أنت مش خايف؟ لا أحد لا يخاف أكثر شيء نحن بنخاف ربنا ولكن أمام هذا القمع ومحاولة إسكات شعب أكمله وتحديداً عنا بالداخل وكمان هون في القدس ومنعنا من إبداء رأينا منع الناس من أن تتعاطف مع صورة لفتى فلسطيني لأطفال فلسطين الذين يقتلون ويضبحون يومياً في هناك شعور بالقمع لدى الناس والناس تتواصل معي ولذلك ما أستطيع أنا أن أقولوا لا تستطيع الناس أن تقولوا ولذلك أنا أتحدث من حناجر الناس ومشاعرها ونعم هناك حاجة لرفع معنويات الناس هذا مهم بهذه الفترة وخاصة أمام هذا الألم الكبير وهذا القمع الكبير وهذا القتل الجماعي وأمام هذه الجرائم جرائم الحرب المتواصلة وخاصة أنني أعتقد أن موقفنا وموقفي هو الصواب فلذلك أنا أتحدث من حناجر الناس الآن ندخل في السياسة أكثر دكتور الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية كلهم يهددون الآن بعملية في رفح السؤال الذي يسألوا جميع ولربما تساعدنا في الإجابة ما الذي سوف يحدث لاحقاً؟ هل نتوقع بالفعل أن تحدث عملية في رفح؟ هناك موقف دولي رافض ولكني لست معتمداً تماماً على هذا الموقف الإدارة أمريكية تستطيع أن تنع بايدن يستطيع ألف أن يوقف الحرب بأن يمنع اقتحام رفح ولكنه حتى الآن لم يفعل لا هذا ولا ذاك انظر حق النقد ألفيدو الذي استعملوا هذه الليلة الذي كان هدفه وقف هذا العدوان ووقف هذا القتل أيضاً في رفح رشح أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن كيفية اقتحام رفح وقتل أقل عدد من المدنيين يعني المبدأ عنده اقتحام رفح مكبول الموقف المصري مهم جداً هون وهم عبروا عنه في مصر أنه ضد هذا الاقتحام وضد ما يحصل هناك على ما يسمى بمحور فلاديلفي الموقف الأوروبي أيضاً يجب أن يرتفع هذا الموقف حدة لمنع هذا الاقتحام من أن يجري لأنه اللي شهدناه في الأسابيع الأخيرة في رفح حيث احتشد هناك مليون ونصف فلسطيني في الخيام ما سيحصل سيكون شيء رهيب سيعجز الفكر الإنساني أن يصف هول ما يجري عندما يتكدس هذا الكم الكبير من الناس في مخيمات الناس الذين لجأوا إلى رفح من الشمال والوسط غزية